سوف نتعرف في هذا الدرس على أنواع الإحداثيات المستخدمة داخل الأوتوكاد ولأنه يوجد أكثر من نظام للقياس داخل الدرونج إيريا فإنه يكون لدينا اثنان من الأنظمة على الأقل يمكن استخدامهما للرسم ثنائي الأبعاد وهما نظام الإحداثيات الكارتزية أو Cartesian Coordinate System ونظام الإحداثيات القطبية أو Polar Coordinate System وكل نظام يحتمل أن تكون إحداثيات النقطة فيه بالنسبة لنقطة الأصل أو بالنسبة لنقطة أخرى ولنتعرف الآن على كل نظام على حدة وعلى كيفية التعامل معه فبالنسبة للنظام الأول وهو Cartesian Coordinate فهو نظام يستخدم المحاور X و Y للتعبير عن النقاط حيث يمثل X البعدة الأفقية للنقطة عن نقطة الأصل ويمثل Y البعدة الرأسية للنقطة عن نقطة الأصل وتمثل نقطة الأصل هنا مكان إحداثيات المستخدم العالمية أو WCS وهو World Coordinate System وهي النقطة 0 و 0 وهي التي توجد دائماً في أسفل يسار الدروينج إرية ونستخدم إشارة ناقص للتعبير عن البعد الذي يقع في الاتجاه العكسي لنقطة الأصل للبعد الأفقي أو الرأسي للنقطة فمثلاً لكتابة إحداثيات نقطة تبعد أفقياً بمقدار 80 وحدة ورأسياً 50 وحدة عن نقطة الأصل وفي الاتجاه الموجب نضغط أولاً المفتاحين Control وتاب من لوحة المفاتيح للانتقال للملف الجديد الذي قمنا بإنشائه مسبقاً ثم نكتب الأمر Point ثم نضغط Enter فيطلب الأوتوكاد تحديد إحداثيات النقطة نكتب 80 و50 حيث نفصل بين الإحداثيات بكما ثم نضغط Enter فيتم رسم النقطة كما هو واضح أمامنا ولكتابة إحداثيات نقطة تبعد أفقياً 40 وحدة في الاتجاه المعاكس لنقطة الأصل وتبعد رأسياً 30 وحدة عن نقطة الأصل نكتب سالب 40 و30 وذلك داخل الكوماند ويندو أما إذا كان المعروف هو بعد أفقي ورأسي لنقطة عن نقطة أخرى غير نقطة الأصل فإننا نستخدم الإحداثيات النسبية أو Relative Coordinate فإذا أردنا مثلاً كتابة إحداثيات نقطة تبعد أفقياً 80 وحدة ورأسياً 50 وحدة بالنسبة لآخر نقطة تم التقطها فإننا نقوم بكتابة حيث تسبق الإحداثيات بعلامة أت كما نرى فيتم رسم النقطة الجديدة بالنسبة لآخر نقطة تم رسمها أما النظام الثاني فهو Polar Coordinate وهذا النظام يستخدم طولاً وزاويةً للتعبير عن إحداثيات النقطة وتكون الزاوية موجبة في عكس دوران عقارب الساعة وسالبة في اتجاه دوران عقارب الساعة وتأخذ قيماً من صفر إلى 360 درجة ويبدأ قياس الصفر من المحور الأفقي وهو اتجاه الشرق ويحدد الطول بعد النقطة عن نقطة الأصل ويتم كتابتهما بأسلوب خاص حيث يتم كتابة الطول ثم علامة أصغر من ثم الزاوية فمثلاً لكتابة إحداثيات نقطة تبعد مسافة 200 وحدة عن نقطة الأصل وتميل بزاوية 45 درجة على المحور الأفقي أو المحور إكس فإننا نقوم بكتابة 200 ثم علامة أصغر من ثم 45 فيتم رسم النقطة كما نرى ولكتابة إحداثيات نقطة تقع أسفل نقطة الأصل بمسافة 50 وحدة وزاوية 225 درجة فإننا نكتب 50 ثم علامة أصغر من ثم 225 أو نكتب سالب 50 ثم علامة أصغر من ثم 45 فكلا الطريقتين ستعطياني نفس النتيجة حيث إن الإشارة السالبة لطول الخط تمثل السير في الاتجاه المعاكس والاستخدام الإحداثيات النسبية أيضاً نقوم بكتابة آت قبل الإحداثيات القطبية فمثلاً لكتابة إحداثيات قطبية لنقطة تبعد عن آخر نقطة تم التقاطها بمسافة 100 وحدة وزاوية 45 درجة فإننا نكتب داخل نافذة الأوتوكاد آت مية ثم علامة أصغر من ثم 45 فتظهر أمامنا كما نرى وبهذا نكون قد انتهينا من شرحي هذا الدرس سوف نتعرف معاً في هذا الدرس على كيفية التعامل مع أكثر من ملف في نفس الوقت داخل برنامج الأوتوكاد لأنه باستخدام هذه الميزة الجديدة أصبح نقل الأوبجيكتس بين الملفات وبعضها أكثر سهولة ويسر حيث إنه فيما مضى كان يجب علينا فتح أكثر من نافذة للأوتوكاد وكل نافذة تحتوي على ملف واحد وكان هذا يؤدي إلى استنزاف ذاكرة الكمبيوتر ولنرى كيف يمكن التعامل مع أكثر من ملف والتنقل بينهم نقوم بالضغط على الآيكون وذلك لفتح الملف فيرست فلور بلان على التاب موضل وبنفس الطريقة نقوم بفتح الملف db underscore samp على التاب موضل أيضا نقوم الآن بفتح القائمة ويندو فتظهر لنا أسماء الملفات التي قمنا بفتحها في آخر القائمة ولرؤية الملفات بجانب بعضها البعض نختار الأمر tile vertically فنرى الآن الملفات مرتبة ترتيبا رأسيا بجانب بعضها البعض وللتنقل بين هذه الملفات نضغط على الملف المطلوب بالماوس فيتم تغيير لون title bar الخاص به إلى اللون الناشط نضغط على زر maximize لتكبير نافذة الملف بحجم الشاشة ولرؤية الملف الثاني نضغط على المفتحين control وتاب من لوحة المفاتيح فنرى أنه قد تم الانتقال إلى الملف الثاني ولإغلاق هذا الملف نذهب إلى القائمة window ثم نختار منها الأمر close فيتم إغلاق الملف أما إذا أردنا إغلاق كل الملفات مرة واحدة فإننا نذهب إلى القائمة window ثم نختار الأمر close all فيتم إغلاق كل الملفات المفتوحة ولكن بعد السؤال عن هل نرغب في حفظ التغييرات أم لا نضغط الزر no لإغلاق كل الملفات بدون حفظ أي من هذه التغييرات وهنا وقبل أن ننهي درسنا يجب أن نعرف أن الأوتوكاد يحتوي على system variable يتحكم في إمكانية فتح أكثر من ملف وهو الvariable sdi ولنرى ذلك نقوم بفتح القائمة file ونختار اسم أول ملف موجود داخلها فيتم فتح هذا الملف نقوم بكتابة الأمر sdi داخل الcommand window ثم نضغط enter فنجد أن القيمة الحالية له هي 0 مما يعني أن الأوتوكاد حاليا يتعامل مع ملفات متعددة أو multiple document environment نقوم بتغيير هذه القيمة لتصبح 1 ثم نضغط enter فنلاحظ أن زر ال close الخاص بالملف قد تم إيقاف عمله أو أصبح disabled ومعنى ذلك أن الأوتوكاد سوف يتعامل مع ملف واحد لكل نافذة وقد نلجأ أحيانا إلى التعامل مع ملف واحد لأن بعض البرامج المصممة قديما قد تتطلب التعامل مع بيئة الملف الواحد مع ملاحظة أنه لا يمكن تغيير قيمة هذا المتغير إذا كان هناك أكثر من ملف رسم مفتوحا داخل نافذة الأوتوكاد فإذا قمنا الآن بفتح ملف آخر بنفس الطريقة من القائمة file فسنرى أن الأوتوكاد يسأل عن حفظ الملف الحالي أم لا وذلك لأنه سيقوم بإغلاقه نضغط على cancel لإبقاء الملف الحالي مفتوحا ولإرجاع قدرة الأوتوكاد على التعامل مع ملفات متعددة نذهب إلى القائمة tools ثم نختار منها الأمر options فتظهر لنا النافذة options نضغط على tab system ثم نقوم بإزالة العلامة من أمام الخيار single drawing compatibility mode ثم نضغط على الزر apply ثم ok فنجد أن الزر close قد تم تنشيطه مرة أخرى وهذه طريقة أخرى لتغيير قيمة المتغير SDI أما بالنسبة لكيفية نقل الأوبجيكت بين الملفات المتعددة فسوف نتعرف عليها لاحقا وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس ترجمة نانسي قنقر